إلى شرق البلاد حيث تجددت العمال العدائية على مدينة أفديفكا الواقعة في منطقة دونياتسك خلال اليوم الماضي الانفصاليون الموالون لروسيا أطلقوا نار عدة ساعات على مواقع القوات الأوكرانية هناك وسقطت أكثر من خمسين قذيفة بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في منطقة دونياتسك أيضا تعرضت بلدتاء أوبتني وبيسكي للاستهداف كما سجلت هجمات بقذائف الهاون على سفيتلو دارسك وهورليفكا وفي منطقة لوهانسك تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف استهدف بلدة باباسنايا باستخدام المدفعية الثقيلة ماريوبول شهدت أيضا قتالا على مدار الساعة بحسب الجيش الأوكراني في المنطقة في المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول وقعت كل الهجمات من قبل المحتلين الروس تقريبا في منطقتين بافلابولي وشيروكين التي تعتبر أسخن النقاط على هذه الجبهة الانفصاليون استخدموا عربات الموشات المدرعة في منطقة ماريوبول سجلنا 31 هجوما خلال اليوم الماضي ولحسن الحظ لم يصب أي جندي أوكراني